ممكن زي ما قلت في بداية الحلقة دكتور الاكسوجين نشط احنا شفنا تقارير منتعة شفنا حالات ومعجزات بتحصل حبينا نقضي على هذا العلاج النقوي اللي مالوش اي اعراض او اضرار جانبية بالنسبة للعلاج بالاكسوجين نشط الاكسوجين نشط ده اصل زي ما احنا قلنا حاجة ناتشورل موجود في الطبيعة احنا ما صنعناهوش لان احنا لو جدينا مثلا لدورة الحياة النباتات بتستهلك سين اكسوجين الكربون بتطلع لك الاكسوجين الاكسوجين ده اصلا بيبقى وزنه خفيف لما بيطلع فوق لغاية عشرين او تلاتين قدم فوق سطح البحر بيبتدي يتفاعل نتيجة طاقة كبيرة جدا ويتحول الى اسري يبقى اذا الغلاف اللي احنا محاطين به محاط بالاسري بالاكسوجين نشط ده اللي حامل كوكب ده هو اللي حامل كوكب اللي هو الازور طبيعة الازور زي ما بيقولوا اه حامل طبيعة وخالي بال حضرتك ان الاكسوجين نشط تقيل فلما احنا بينزل برضو في طبيعة بيحبيها من البكتيريا بيحبيها من الفطريات بيحتيها من التلوث ولذلك العالم كله بيجري عشان يحافظ على الاكسوجين النشط فهو موجود قريدي في الطبيعة دوره في العلاج الطبي موجود في دول العالم من عشرات السنين المانيا تركيا اليونان ايطاليا الروسيا بلاد كتير حققت فيه اه طفارات وعلاج اه ناجح جدا بالزاد في الامراض السكر والامراض المناعية اه لو جينا نتكلم اه اللي هو يعتبر المرض اه اللي انا بعتبره البيج بوس بقى لان هو يمكن اكتر من تلاتين في المية على مستوى العالم بيعاني من مرض السكر او ان هو على استعداء يهمه عنده سكر او داخل اه بريد يعني امراض داخل على السكر داخل على السكر فلو احنا جينا اتكلمنا على مثلا مثال على مرض السكر وازاي هذا الساحر انا يعني استحمل لي يعني اه سامحني ان انا استخدم هذا اللبز لانه هو ساحر فعلا في علاج مرض السكر مرض السكر اول حاجة بيبتدي اعملها بيضرب الشرايين كلها على مستوى الجسم ايه يعني الشبكة الشرايين اللي بتوصل الدم للخلايا من اول صباح رجلك لغاية شعر راسك دي كلها حصل لها نوع من انواع تصلب الشرايين من لفظ نفسه كلمة تصلب الشرايين يعني الجدار الشريان اصبح متصلب غير مرض ايه نتيجة ترسبات الدهون حاجة اسمها L-D-L وهو الدهون الضرة وبتسحب معها صفاحة دم او حاجات تانية تبتدي تضيق لقطر الشريان بدل ما هو الدم متضفق فيه والدم بسهولة بتحرك ببتدي يضيق تماما ويمنع الدخول الدم والاكسوجين للخلايا خلي بالك الخلايا روحها وحاجاتها زي الزرة هبارة عن دم موركسوجين مثال على ذلك مثلا بنكرياج البنكرياج ي سيطẫدige نوعين فيه نوع الاولاني ده خلاص البنكرياج مش قادر يطلع على الانسولين وده بيعيشتم العمر المعتمد على الانسولين ولكن دور الاكسوجين النشط هنا في نوع الاول فيه مشاكله لو جينا في النوع التاني النوع التاني بيبقى البنكرياج مش قادر يطلع الانسولين الكفاية او الخلية فيه مقاومة انسولين ده الشريان اهو كمان بص بها دي ازاي الشريان هنا بي ايه زي ما احنا شايفين حركة الدم بيقيت اه مش واخد السلاسة بتاعتها اهي دي اوضح صورة تبين عبارة عن شريان دي مصورة مقفولة بيضهون اه اللي هي الدهون السيئة ودي بعد العلاج بالاكسجين النشط المجرة تفتح تاني دم يعدي اكسجين يعني كل مكونات اللي غيزة ليوصل للخلية عادة من الصورة العليمين دي بس هو انت مستلمين وقبل الجلسات الصورة العشمات العشمات اه ففيش مساحة خالص ان دم يعدي ولا اكسجين يعدي من الشريان العشمات وحتى دي شكل الخلية ايه بقى دي شكل الخلية بعد الاكسجين النشط زي ما احنا شون فرحانة ونشطة والاكتب بتاعها وهنا البنكرياس بتده يطلع الانسولين تاني بنفس الكفاءة وزي ما احنا قلنا الاكسجين النشط عمل زي المفتاح اللي فتح الطريق للدم والاكسجين انه هو يرجع للخلية من جديد خلي بالك يا استاذ احمد الخلية طول ما هي ضعيفة زي البطارية الشحن بتاعها ضعيف هي غير قدرة على مقاومة الامراض غير قدرة على انها تأدي وظيفة تبتدي تظهر الامراض اللي احنا بنلاحظها يعني لو جئنا في مرض السكر انت قفلت الدم وقفلت الاكسجين على الخلية تبتدي انت تحس بالتنميل وتحس بالشكشكة يقولك انا ماشي على قطن تبتدي يحصل ضعف في الابصار يبتدي الكبد يبقى متدهن لان السكر بيساعد على تدهن الكبد تبتدي الكلا تتضرب اطرافك تتضرب يحصل ضعف جنسي فالشبكة كلها اضربت لان الخلية فقدت قدرتها على انها تبقى هلسي صحية بقى الضعيفة مش مشحونة خليج جسم الانسان اللي عبارة عن مجموعة من الخلية الاعضاء عبارة عن مجموعة من الخلية اوصلها دم واكسوجين عن طريق شرايين عشان تدي وظيفة عشان تدي وظيفة اللي يتحرق بين كرياس المكوة من خلية يدي احلى شغل الكبد مكوة من خلية يدي احلى شغل وظيفة الله ربنا خلقه عشانا مجرد ما انا اطاعت المحبس وفات المحبس عنها من الدم والاكسوجين اذا هي هتبتدي كل يوم تزبل وما تديش تقطها وتبتدي بطاريتها تضعف ويبقى الجسم عرضة للامراض لو انا بقى فتحت الشرايين زي ما شفنا في الصورة اللي هي قبل وبعد حدي مساحة للدم والاكسوجين اللي هم اصلا بيغزوا الخلية يوصلوا لها تاني فتقوم كل خلية في جسم الانسان تقوم ووظيفتها مرة تانية فالكبد الشرايين حلو صحيح كده؟ ده كلام سليم جدا وزي ما احنا قلنا انك انت لو ما قدرتش توصل الخلية الى اعلى كفاءة في الاداء انت معرض ليه حاجات حتى الطبيعية الدايمانش هلا تلاقي نفسك ما في الزاكرة الشيخوك هتيجي بدري مفيش قدرة مفيش طاقة فيه خمول